أخواني أولا كملاحظة عامة لا بد من ذكر أن كتب هذه الطائفة المنحرفة عادة ما تكون في طي الكتمان ولكنها في هذا الزمن قد تسربت وانتشرت ومن تلك الكتب كتاب بعنوان الرسالة في سياقة المعنى والاسم والباب واشتهرت هذه الرسالة بعنوان الرسالة الرستباشية كأن من نسخها كانوا من الأعاجم فسموها بهذا الاسم ويقال أن الرستباشية بمعنى رسالة الحق لمؤلفها الحسين بن حمدان الخصيبي وهو في واقع الحال المهندس الأبرز لعقائد الطائفة النصيرية شخصية جدا معروفة ومعظمة ومكثرة في التصنيف بعض مصنفاته قد تكون مقبولة لم تخرج عن روايات أهل البيت عليهم السلام المعروفة ولم تخرج عن الاعتدال ككتابه مثلا الموسوم بعنوان الهداية الكبرى والذي ألفه أصلا لكي يهديه إلى حكام حلب آنذاك حكام حلب والموصل من بني حمدان وكانوا شيعة إمامية لا نصيرية ولذا من الطبيعي أن يكون كتابه هذا كتابا مقبولا في الجملة ولكن كتبه الأخرى وخاصة هذا الذي بين أيدينا رسالته هذه المعروفة بالرسالة الرستباشية هذه طافحة بالكفر طافحة بالانحرف يقول في الصفحة 276 وأما المحمودون باطنا في حال المذمومين ظاهرة يعني هناك شخصيات هي مذمومة في الظاهر في ظاهر الحال لكنها في الباطن ممدوحة في ظاهر الحال هي مذمومة عند الأئمة عليهم السلام لكن في باطن الحال هي ممدوحة ما هي هذه الشخصيات ستتعجبون يقول وأما المحمودون باطنا في حال المذمومين ظاهرة فهم أكثر من أن يحصوا وقد فسرنا منهم من أمكن ذكره وتفسيره منهم من قاتل مع عائشة ناكثة الزبير الزبير عند هذه الطائفة ممدوح باطنة مذموم ظاهرة لكن هو من أهل الجنة هو ممدوح وإن قاتل مع عائشة ناكث وعبد الله بن عمر بن العاص مع الباغية الطائفة الباغية يقصد بها هنا معاوية وأصحابه عبد الله بن عمر هذا ابن عمر بن العاص قاتل معهم فهو مذموم عندنا وعندنا إما عليهم السلام لكن عند النصيرية هو ممدوح كأنهم كانوا يخفون يخفون أحوالهم يخفون ما هم عليه كأنهم قاتلوا علي عليه السلام وقلوبهم معه مثلا يقول وعبد الله بن مسعود في المرجئة أيضا هو من المحمودين باطنا والمذمومين ظاهرة وأبو سعيد الخدري في السنة وجابر بن عبد الله الأنصار في الشيعة ثم يقول وَمِنَ الْمَذْمُومِينَ وَمِنَ الْمَذْمُومِينَ ظَاهِرًا وَهُمْ مَحْمُودُونَ بَاطِنًا طالبٌ في المشركين طالب هو الإبن الأكبر لسيدنا أبي طالب عليه السلام ذكر في التواريخ أنه انضم إلى المشركين في بدر ولكن نبه إمتنا عليه السلام على أنه كان مكرها على ذلك وأنه رجع عنه وفي رواية عن الصادق عليه السلام أنه قد أسلم سرًا وعموما هو لم يطل به العمر فلم يدرك الهجرة توفي تقريبا في السنة الثانية من الهجرة يعني بعيدة بدر بقليل فهؤلاء يقولون هذا مذموم في الظاهر ولكنه ممدوح أو محمود في الباطن وأيضا يقول وعقيل في المخالفين طبعا لعله كثير من معممي هذا الزمان يوافقون النصيرية في هذا فهم بإزاء تلك المذام العظيمة والكثيرة الواردة عن النبي وعن الوصي وعن الأوصياء عليهم السلام في ذم عقيل ابن أبي طالب هم بإزاء كل هذه المذام يؤولون هذه المذام ويقولون هذا على الظاهر أما الرجل ففي الباطن ممدوح ويطلعون لك نظريات عجيبة وغريبة يعني ما أنزل الله بها من سلطان نظريات مضحكة منها مثلا أن عقيلا إنما ذهب إلى معاوية بترتيب مسبق مع أمير المؤمنين عليه السلام ليكون عينا له على معاوية نظريات هذا وين دليله هو ما يصير الواحد يتبرع من من جيسة من جيبة يقدم أسباب الروايات التي بين أيدينا كلها مطبقة على أن علة ذهاب عقيل إلى معاوية وتركه أخاه علي عليه السلام إنما هو طلب المال لا يوجد شيء آخر فتيجي أنت تطلع لك نظرية تفلسف بيها بكيفك و تقول أنه لا هذا كان شوف هذا هذا ظاهر الحال في الباطن شيء آخر كان في الباطن راد يصير جاسوس أو يصير عين على معاوية وينقل أخبار وين هذا صار ومتى صار لا من نظرة الخلاف نظرة بعض الشيعة كذا يقول لا الخصيبة يقصد النصيرية هذه عقائد النصيرية التي تقلت الآن هذه منها لذلك أقول أنه قد يروق لكثير من معممي هذا الزمان أن يتطابقوا في نظرتهم مع النصيرية وعقائدهم في هذه الجزئية في جزئية عقيل عقيل عند النصيرية من المذمومين ظاهرا لصدور الذم عن المعصومين عليه والسلام له ولكن يؤولون هذا الذم ويجعلون باطنه المدح والحمد شيء غريب فأنظروا كيف النزعات النصيرية تسللت أيضا إلى أوصاطنا الشيعية يقول وعقيل في المخالفين يعني هو لأنه صار مع المخالفين راح مع معاوية وجماعته إلى هؤلاء وعد منهم أصلا يعني صار صم منهم ولذلك تجد أن المخالفين يحترمون عقيلا يحترمونه جدا يقول وعبد الله بن جعفر في المقيمين الذين أقاموا ولم ينصروا الحسين عليه السلام فهذا يفترض أن يذم لكنه ظاهرا مذموم باطنا ممدح وبعد هذا إلى الآن ترى الأسماء التي ذكرت يمشوها المعممين تقريبا في هذا الزمان يمشون بس هذا صعب يقول وعبد الرحمن بن ملجم في المختبرين هذا عبد الرحمن أيضا لعنه الله من المذمومين ظاهرا الممدوحين باطنا وسماه أو جعله في المختبرين لماذا؟ لأن لديهم في عقيدتهم أن هناك أناس يختبرهم الأئمة عليهم السلام فإذا نجحوا في الاختبار وصلوا إلى أعلى المراتب وهذا الاختبار كثيرا ما يكون بتعريض النفس للذم واللعن نظرية عجيبة يقول وعبد الرحمن بن ملجم في المختبرين وكان أبو نواس الحسن بن هانئ من المختبرين وممن صبر على احتمال ما احتمله عبد الرحمن أبو نواس معروف الشاعر العباسي المتهتك الذي أبو الخمريات والغلمان يعني الفحش أصلا هذا الرجل يزعم النصيرية أنه من المختبرين الذنب واللعن واقع عليه لكن هذا في الظاهر أما في الباطن فهو من خلص الشيعة وصبر على احتمال ما احتمله عبد الرحمن حالة من حال عبد الرحمن بن ملجم الشيعة البسطاء المساكين اللي ما يفتهمون هم اللي لعنون عبد الرحمن بن ملجم هو صبر المسكين هو في باطن الحال هو ممدوح كذلك أبو نواس إذا أردنا التفصيل في خصوص عبد الرحمن فلنرجع إلى رسالة اختلاف العالمين لمحمد بن شعبة الحراني أحد رجال الطائفة النصيرية فنجده يقول في الصفحة الثالثة من تلك الرسالة فأول ما نأتي به ذكر المقربين وهي فأول ما نأتي به ذكر المقربين وهي أقرب مراتب العالم الصغير إلى العالم الكبير العلوي طبعا الكلام سيلاحظ فيه شيء من الركاكة لكن لعل هذا هو مبلغ علم يعني رجال هذه الطائفة يقول فأول ما نأتي به ذكر المقربين وهي أقرب مراتب العالم الصغير إلى العالم الكبير العلوي وقد قال الله تعالى فيهم السابقون السابقون الواوهم محذوفة السابقون السابقون أولئك المقربون من هم هؤلاء يقول فأعلى هذه المرتبة درجة المختبرين ويحلها أو مفروض يحتلها ثلاث أشخاص طبعا الصحيح ثلاثة أشخاص المهم يقول ويحلها ثلاث أشخاص وهم الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن ملجم وأبو النواس الحسن بن هانئ هؤلاء من السابقين السابقين المقربين الذين بلغوا أعلى درجات شنو العالم شنو عالم الصغير إلى العالم الكبير العلوي هذا الأول قاتل علي عليه السلام وهو ظالم له بالنص النبوي ومات على الجاهلية مات لم يبايع إمام زمانه الثاني هو قاتل علي عليه الصلاة والسلام فانظر إلى العقوق لعلي عليه السلام أنه كيف تنشأ فرقة تدعي أنها مسلمة وتقدس قاتله وترفعه إلى مقام الصديقين والسابقين والمختبرين والمقربين وأبو نواس وحاله معروف أيضا واحد هتلي كما يقال يقول وقد ذكر أن المختبرين اثنان أعلاهم وسيدهم عبد الرحمن بن ملجم بن المرادي زين شلون شلون وصل لها المرتبة العظيمة فهمونا قال لأن مولانا أمير المؤمنين منه الرحمة احنا شوفهم اصطلاحاتهم أو تعابيرهم تختلف عن تعابيرنا احنا نقول مثلا أمير المؤمنين عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام مثلا هم ما يكتبون يقول أمير المؤمنين منه السلام الإمام الصادق منه السلام ما يقول عليه السلام ليش يعتقدون هذول آلهة يعتقدون هذول الله كلهم الله هذول هذه الحقيقة الإلهية تجلت في عليين وفي الحسن وفي الحسين وفي الأئمة عليهم السلام والعياذ بالله فيقول شلون يصير شيء عليهم ما نقول يعني يصير واحد يقول الله عليه السلام يصير ما يصير أو الله عليه الصلاة والسلام ما يصير لكن الله منه السلام منه الصلاة والسلام يصير وقد ذكر أن المختبرين اثنان أعلاهم وسيدهم عبد الرحمن بن ملجم بن المراد لأن مولانا أمير المؤمنين منه الرحمة لما أراد الغيبة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لأن مولانا أمير المؤمنين منه الرحمة لما أراد الغيبة عز من لا يغيب عن أعين البشر قال على منبره وأهل ملكه بأسرهم بين يديه من منكم يتحمل في اللعن إلى يوم القيامة الأمير عليه السلام يريد اختبارهم المفروض فيقول من منكم يتحمل في اللعن إلى يوم القيامة أريد واحد منكم يقوم بعمل وهذا العمل سوف يلعن عليه إلى يوم القيامة بس خلي يتحمل فيي أنا في حبي أنا فلم يتكلم أحد وذلك لسبق إرادة المولى فيهم وأولهم عبد الرحمن بن ملجم النطق لعل هنا تصحيفا قد وقع بحسب النسخة التي عندي هكذا مكتوب الظاهر وألهم وألهم عبد الرحمن بن ملجم النطق فقال أنا يا مولاي أتحمل فيك اللعن إلى يوم القيامة فجعله أمير المؤمن جعل عبد الرحمن رأس درجة المختبرين وأول مراتب العالم الصغير تصنع تاريخ آخر تماما يعني تاريخ آخر من الخيال من الأحلام من ما أدري شلو أن يكتبون ذو للتاريخ يعني استخفاف بالعقول أن يكون بهالطريقة هاي منين جبتوها أنه أمير المؤمنين عليه السلام طلب من عبد الرحمن أنه تعال تحمل فيه اللعنة إلى يوم القيامة وبعدين عين جعله رأس درجة المختبرين زين وما أدرك هذا منين جبتوه الروايات التي بين أيدينا التاريخ كل مجمع على أنه عبد الرحمن لعنه الله بيت الأمر لعلي عليه السلام وهو مذموم وأمير المؤمنين عليه السلام كان يذمه قبل أن يقتله وبعد أن يقتله ماكو شيء من هذا الذي تقولونه أنتو تنسجون تاريخ آخر بكيفكم تحولون به المجرم إلى ولي من الأولياء يقول فأظهر عند ذلك المولى الغيبة عز من لا يغيب عن أعين البشر على يده يعني علي غاب علي عليه السلام غاب وكيف أظهر هذه الغيبة على يد عبد الرحمن بن ملجم فمن يكن ويكون المولى قد خصه بهذه المنزلة وظهر الغيبة على يده هم هكذا مكتوب الصحيح وظهرت الغيبة على يده وكيف يكون من هذا الخلق أم كيف يجري عليه شيء من الأحوال الدنياوية مثل الأكل والشرب وقد روي عن العالم عن العالم منه السلام المعصوم عليه السلام الإمام لعله الكاظم مثلا وقد روي عن العالم منه السلام ما يقول عليه السلام أنه سئل عن عبد الرحمن بن ملجم فقال هو الولي تاريخ آخر روايات أخرى بكيف